حضراتكم الحكاية دي قبل الانتخابات في نوفمبر عشرين سبعتاشر الفين وسبعتاشر كابت المحمود الخطيب في اول ناد وليمة اعضاء الجمعية العمومية في النادي الاهلي في الجزيرة في اول كلمة وهو بيلتقي باعضاء النادي الاهلي علشان يقول البرنامج بتاعه الانتخاب ودي كانت اول مرة تشوف رئيس نادي بيقول برنامج انتخابي لعضاء الجمعية العمومية من ضمن الكلام وانا كنت حاضر قال لهم غياب بطولة افريقيا عن النادي الاهلي السين دو كلها شيء مزعج النادي الاهلي ما اعتادش عليه اول هدف ليا كمحمود الخطيب اللاعب قبل ما يكون رئيس النادي الاهلي اللاعب السابق في النادي الاهلي ازاي نرجع بطولة افريقيا دي للنادي الاهلي مرة تانية فكري سرح كده وروح قلت يا طرى كابتن هو دا وعد مجرد وعود انتخابية بنقولها للجمعية العمومية ولا دا فعلا فعلا ممكن وعد يتحقق من اول يوم مسك النادي الاهلي وهو بيشتغل على كل الوعود وخاصة نازل وعد النادي الاهلي يرجع المنصات التتويج الافريقية والعالمية كمان النادي الاهلي كان بينافس على الاكثر تتويجا في العالم ما شاء الله بينافس ريال مدريد مبارح 27 بطولة بطولة الافرواسيوية وريال مدريد 31 يعني العملية ان شاء الله بتقرب وهتقرب وهو دا الحلم اللي دايما بنشتغل عليه هو دا النادي الاهلي اللي على الاراضي المصرية النادي العالمي لعاراضي المصرية في كل قرارات وفي كل افعاله علشان كده دايما بنقول النادي الاهلي غير النادي الراعل شكرا النادي الى ata من جانب الحفادر mb انا منفوض هذا